بسم الله يا ابو الابن والروح القدس لله الواحد أمين أبناء الكنيسة المحبوبين الأباء الكهنة والإخوة الشمامسة وكل أفراد الشعب في إبرشيته الأندى القبطية الأدوكسية نهنئكم في مناسبة عيد ميلاد ربنا يسوع المسيح جعله الرب سبب بركة وبنيان وحياة وخلاص وليعيد الله علينا هذه المناسبة وأنتم جميعا في ملء النعمة والبركة موضوع تأمنا في هذا المساء هو الرسائل التي يحملها إلينا ميلاد المسيح أو الرسالة حملها إلينا ميلاد المسيح هي رسالة الخلاص كانت البشارة اللي قالها الملاك للرعاء اللي كانوا صهرانين في وقت ميلاد المسيح قال لهم ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب والملاك اللي بشر القديس يوسف النجار عن ميلاد المسيح قال له وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه والاسم العبراني يسوع معناه يخلص أو الله يخلص والخلاص الجه المسيح عشان يتممه بالفداء يعني الخلاص من عقوبة الخطيئة بسفة عامة خطيئة أصلية وكل الخطايا الفعلية وكمان بيخلصنا من سيطرة وسلطان الخطيئة علينا وإحنا بننال هذا الخلاص اللي قدمهنا السيد المسيح عن طريق الإيمان والمعمودية والتوبة وعمل الروح القدس فينا وشركتنا مع الروح القدس وما ننساش أنه واجبنا باستمرار أنه نعيش في حياة توبة حتى نؤهل لهذا الخلاص اللي قدمهنا السيد المسيح بالفداء لأنه قال إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون ولو ضعفة إرادة الإنسان في مقاومة الخطيئة يلجأ إلى الرب اللي بيعينه لأنه بيقول بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا وساعتها قال معلمنا بولس الرسول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني تاني رسالة حملها إلينا ميلاد السيد المسيح يا رسالة المحبة كان الإنسان محكوم عليه بالموت نتيجة الخطيئة وزي ما الكتاب علمنا أن أجرة الخطيئة هي الموت ولكن محبة الله للإنسان اقتدت أن المسيح يأتي لكي يخلصه من الموت وبذلك بأنه يموت عنه وبتقول لنا الآية في إنجيل يحنى هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ومن أجل محبة السيد المسيح للبشر وهو ابن الله صار إنسانا يقول كده الكتاب المقدس قد أخلى ذاته وأخذ صورة العبد وصار في الهيئة كإنسان وكده عشان يرد الإنسان لردبته الأولى اللي اتخلق عليها صورة الله في البر وفي الطخوة وفي القداسة فولد في هذه الصورة برا بلا خطيئة ومحبة السيد المسيح في تجسده تجلت محبته للبشر في عدة صور نذكر منها أولا أنه هو حمل أوجع الناس وأتعبهم شاف الإنسان في حياته في العالم كسرت متعبه وكسرت الصعب في حياته وثقل الحمل عليه ففتح أحضانه وقال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقي لي الأحمال وأنا أريحكم شاف الأرض أنبتت للإنسان شوكا وحسكا نتيجة الخطيئة فإز به يحمل هذا الشوك على رأسه إكليلا بدل من الإنسان وحبا في الإنسان دي كانت أول حاجة حمل أوجع الناس تاني حاجة أنه أصلح الروح مع الجسد لأن بعد سقوط الإنسان الإنسان وجد نفسه أنه فيه صراع ما بين الجسد والروح والجسد يشتهي ضد الروح وزي ما قال معلمنا بوليس الرسول الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهم الآخر فالسيد المسيح في محبته للإنسان وفي ميلاده قدس لنا هذا الجسد وجعله مسكنا للروح القدس وهيكلا له وعقد سلحا بين الروح والجسد دي تاني حاجة تالت حاجة أن السيد المسيح في تجسده أعطى الإنسان سلطانا على الشيطان لأن وجد أن الإنسان في خطيته فقط قوة وصار ضعيفا أمام الشيطان ففي محبته للبشر أعطى الإنسان قوة وسلطان على الشيطان وعلى كل الأرواح الناجسة تالت رسالة حملها إلينا ميلاد السيد المسيح هي رسالة التسبيح والحقيقة قصة الميلاد امتلأت بالتسبيح الملائكة سبحت في ميلاده المجد لله عالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصر وقابليها أمنا القديسة السيدة العزراء مريم لما زارت ألي صبات سبحت أيضا تسبيحتها المعروفة وقالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي وقابليها أيضا زكريا الكاهن أبو يحن المعمدان سبح في ميلاد ابنه وقال مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقده وصنع فداء لشعبه وأقام لنا قرن خلاص التسبيح هو لغة الملائكة هو شبع المؤمنين كنيسة الإبطية بتعلمنا نحن نتمسك بعمل التسبيح نقضي ساعات طويلة في تسبيحة نص الليل وباكر وعشية وفي شهر الكاهك المبارك نزودها مدايح استعدادا أن نفرح بميلاد المسيح الفادي كانت شهوة القديسين في العهد القديم والمؤمنين والتسبيح لغة التسبيح رجاء للإنسان المؤمن وهو ده هيبقى عملنا في السماء هو عمل الملائكة الدائم في السماء وهو الخدمة الوحيدة اللي احنا هنعملها يعني في السماء بعد انتاء هذه الحياة الأرضية كل أنواع الخدم دي كلها تنتهي يعني خدمة الوعزة تنتهي التعليم هي انتهي الكراز هي تنتهي خدمة الفقراء خدمة زيارة المرضى تعزية الحزانة كل ده هي انتهي لن تبقى إلا لغة التسبيح فلابد أن نتدرب على حياة السماء من دلوقتي ونشترك مع السمائيين في حياتهم وفي عملهم وصفاتهم أيضا فالتسبيح بيطبع فينا صفات الملائكة زي الجمال زي التناغم زي الفرح زي المحبة زي الوداعة زي الاتضاع رابع رسالة حملها إلينا ميلاد السيد المسيح كانت هي رسالة السلام اللي هي سبحت تسبيحة الملائكة لما قالوا وعلى الأرض السلام فكان مولده لو المجد هو مولد السلام وكنيسة في ألحنة وفي لغتها تلقبه بملك السلام بقوره يا ملك السلام وطبعا في هذا العالم المليان بالحروب وبالاضطرابات وبالهياج وبالنزعات الإنسان بيبحث عن السلام وقد يبحث بطرق مختلفة لكنها لا تؤدي إلى السلام الحقيقي لأن الرب يسوع هو وحده الذي يعطي السلام هو ملك السلام ويستطيع أن يهب سلامه الغالي لكل من يطلبه وطبعا السلام اللي احنا بنقصده هنا سلام النفس صحة النفس لأنه خلق النفس وفديها وهو اللي عنده شفاء النفس وعنده سلامها وهو اللي خلقه عشان تكون في سلام مع نفسها ومع الله ومع الآخرين وعرأي أحد الإدسين لما بيقول استلح مع نفسك تستلح معاك السماء والأرض اضطراب النفس وحرمانها من السلام يأتي من وخز الضمير بسبب الخطية أو بسبب مخلفة وصايا الله لأن الخطية عقبتها موت والموت ده مجهول بينزع السلام من اللي بيعيشه في الخوف من الموت وما يخافش من الموت إلا اللي لسه عايش تحت عبودية الخطية فالمسيح واحد هو الفادي اللي يفك النفس من عبودية الخطية ومتى اتفكت النفس من عبودية الخطية يعود للنفس سلامها كما تعود الشمس أنها تشرق أشعاتها الشافية بعد ما تنقشع السحب والغيوم والعواصف اللي كانت بتحجبها عن الحياة لذلك علينا أن احنا نعيش في سلام المسيح يعني في الإيمان به لأنه هو اللي فدانا من الخطية ومن الموت القراءة والتأمل في الكلمة الله في الكتاب المؤدس بتكشف لنا دايما إزاي المسيح أنتصر على الموت وإزاي نستطيع أن ننتصر معه والاشترك مع المرنم في التسبيح والبارك يا نفس الرب الذي يخفر جميع زنوبك الذي يفضي من الحفرة حياتك الذي يكللك بالرحمة والرأفة ياريت ننتهز فرصة الأداس بكل ما فيه من قراءات في كلمة الله وصلوات ونشكر الله على كل العمل معنا ومن أجلنا على الصليب قدم ذاته ونفرح أنه ممكن يمتعنا بسلامه الروحي والسلام الروحي هو أساس كل سلام للنفس والجسد والإمام من المسيح وابن الله أخذ جسد ودخل العالم يحسسنا أنه قريب مننا بيعتني بكل جوانب حياتنا ويهتم بينا يعيننا بقوة في كل ما يراه صالحا لنا ده الاختبار بالحضور الإلهي في حياتنا بيخلينا دايما عايزين نصلي ونبقى في حالة مناجاة ونطلب معونا في مواجهة كل ما يعكر صف وسلامنا مع الله ولكن لازم ناخد بالنا ونحذر أحسن يكون في حياتنا حاجة أهم من إيماننا بالله وهذا الشيء اللي احنا نحسن بأهميته يتحول إلى صنم صنم كاذب في حياتنا لكن لابد أن يكون لله المحبة الأولى والأعلى في حياتنا وساعتها نختبر إزاي يملك سلامه في قلوبنا طبعا إحنا بنقول هذا الكلام كله وإحنا عارفين أن هناك الكثير في حياتنا يبدو أنه يعيق السلام والمشاكل اليومية الناس الأشرار اللي حوالينا المتاعب والضيقات ووقتها لازم نواجه الكل ده بإن إحنا نصلي عشان نعرف مشيئة ربنا ونتممها في حياتنا ونتأكد أن الله بيسمع صلواتنا حتى لو ما كناش قادرين نفهم دلوقتي لكن بعد كده بيمتعنا بسلامه زي ما قال معلمنا بطرس الرسول لما جيه يطلب أن يخسر رجله قال له لست تعرف الآن ولكنك ستفهم فيما بعد إحنا بنستمد سلامنا من عود الله في الكتاب المقدس ورغم أن الحياة دي ما هياش فيها استقرار كلها ألأ وكلها حروب لكن الله لا يتغير لكن يمكن أن إحنا نصق فيه بأمان وفي سلام لذلك إحنا نركع أمام الطفل المولود في المزود ونصلي نقول له يا طفل المزود يا من نورت قلوبنا وأضقت حياتنا بميلادك العجيب يا طفل المزود يا من أشرقت علينا بضياء نجمك المبهر نستودع قلوبنا وأروحنا ذهبا لك ونستودعك صلاتنا وطلباتنا وابتهلاتنا لبانا لك ونستودعك توبتنا وندمتنا على خطيانا وخطايا أخوتنا البشر مرا لك اقبل هدايانا تلك وأضيء حياتنا بالمحبة والسلام والمصر وليكن لك مكان لكي تولد فيه في قلوبنا وفي أرواحنا أذكر الكنيسة أذكر خلاص كل النفوس الرعاة والإكليرس والشمامس والمؤمنين أذكر العالم كله في مراحمك الوسعة أذكر أزمة الطاقة أذكر أزمة المياه بين مصر وأثيوبيا من أجل السلام في أوكرانيا وفي أوروشاليم وفي الأماكن المقدسة ومن أجل سائر بلاد الشرق الأوسط من أجل لبنان وسوريا والعراق وليبيا والسودان واليمن أذكرنا كلنا متى جئت في ملك وتك وإله السلام يحفظ أولوكم وارواحكم في المسيح يسوع وكل عام وأنتم في ملئ النامة والبركاتة شكرا للمشاهدة